مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المرهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الثامن هذا الدرس يحتوي على تعارف مهمة على شكل إسقاطات بالإضافة إلى الإنشاء الثاني من الوحدة الثانية اتفقنا بالدرس السابق أن هذا اليونت الثاني يحتوي على إنشائه الإنشاء الأول أخذناه بالدرس السابق اللي هو إنشاء أكتب إيميل دعوة لصديقك والإنشاء الثاني اللي هو أكتب عن فيلم إن شاء الله نحن نأخذ بهذا الدرس يعتبر وزاري مهم جدا قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك أرسال طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 8 اليونت الثاني الدرس الثاني فيلمي المفضل في الفقرة الأولى يقول لي read the fact file and answer the questions اقرأ ملف الحقائق طيني ملف حقائق عن فيلم معين اللي هو The Greatest Showman يقول لي اقرأ هذا الحقائق أو هذا الملخص عن الفيلم ورجع جاوبنا على هذه الأسئلة هذه الأسئلة يصبح أستاذ الطريقة الشفوية بداخل الصفكة تحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي What three jobs does Barnum do ما الوظائف الثلاثة التي قام بعملها Who does Barnum rescue من الذي أنقذه Barnum How does Barnum attract a new customer to his circus كيف جذب Barnum زبائن جدد للسرك الخاص به رح نقرأ الفاكت فايل عن الفيلم اللي هو The Greatest Showman ونجاوب على هذه الأسئلة مبدئيا شي يقول لي يقول لي title طبعا هذا ملف حقائق عن فيلم اسم The Greatest Showman Greatest Showman معناها أعظم رجل استعراض مبدئيا شي يقول لي يقول لي title عنوان الفيلم The Greatest Showman أعظم رجل استعراض Released تاريخ إصداره 2017 Genre نوعة musical احنا أخذنا نوع على فلان بالدروس السابقة اكو كوميدي اكو هورور اكو تراجيدي الى آخره هذا نوع ميوزيكل ميوزيكل معناها فيلم موسيقي Director المخرج من هو المخرج ماته ميشيل غريسي سيكريبت رايتر كاتب السيناريا وكاتب الحوار جيني بيكس و بيل كوندن ستارز النجوم النجوم يقصد بها الممثلين اسماء الممثلين الحقيقيين هاك جاكمان زاك أفرون ميشيل ويليامس ميشيل الشخصيات الرئيسية الشخصيات يعني اسماء الشخصيات بداخل هذا الفيلم شنو اسماءهم؟ بارنوم فيليب كارلايل تشاريتي هالت كارولين هيلين بارنوم هسه القصة القصة منطنيها بالتفصيل طلاب ركزوا لي على شغلة مهمة جدا قبل ما ابدأ بقراءة القصة طبعا هذه الهيكلية بعد قليل رح تفيدنا لما يقول لي اكتب انشاء عن فيلم الانشاء اللي رح نكتبه مثلا اختار فيلم الرسالة اي فيلم انا شايفه سابقا ولازم اذكر بتفاصيل الانشاء اذكر عنوانه تاريخ اصداره نوعه المخرج الى اخره فهنا مثل هاي الهيكلية اللي اتبعها بشرح فيلم The Greatest Showman انا بعد قليل لما اكتب انشاء لازم اتبع هاي الهيكلية لكن بكل تأكيد انو انا ما رح اكتب كل هاي التفاصيل مع الفيلم الرسالة او الفيلم اللي انا شايفه مجرد اذكر ملخص للقصة ان انا هو كاتب لياها بشكل مفصل فهنا انا مجرد دع اخذ الفكرة اشلون اكتب انشاء عن فيلم انا شاهدته مؤخرا هسه يقول لي The Story القصة It is early 1800 شي يقول لك يقول لك في اوائل القرن التاسع عشر او في اعوام 1800 بارنوم gets married to charity هالت واحد اسم بارنوم يزوج ابنية اسمها Charity Helet the daughter of the family he works for هاي البنية يشتغل وي العائلة مالتها and they have two daughters ينجبون اثنان بنات اللي همنا مننا كارولين و هالن وين بارنوم لوزز his job هنا ننتبهوا يا ايا بدأ يوضح تفاصيل القصة بارنوم يفقد وظيفته as a shipping clerk كموظف شحن after the company goes out of business بعد توقف هذه الشركة عن العمل he gets a loan لما نفقد وظيفته شو سوى gets a loan راح جاب قرض من البنك and opens a wax museum وفتتح متحف مع الشمع showing wax figures of famous people هذا متحف الشمع شي سوى يخلي بي figures wax figures تماثيل شمعية of famous people للناس المشاهير the museum is not successful للأسف هذا المتحف لم ينجح so he decided to find some live acts لذلك شقرت قرر يسوي عروض حية يعني اللي نسميها السيرك بارنوم رينامز his business بارنوم سيركس اسمه سيرك بارنوم and he becomes the ring master واصبح مدير الحلبة مال هذا السيرك he meets philip carlile يلتقي بشخصية اسمها philip carlile who agrees to join circus if he gets 10% of the profit شوف هاي الكلمة جدا مهمة طلاب profit معناها أرباح هنا انا يقول لك هذا carlile وافق بشرط ان يحصل على 10% من الأرباح to attract more customers بارنوم start to show freak performances شوف هنا انا شي يقول لي يقول لي على موضي يجذب ناس او زباء جدد لهذا السيرك شو قام يسوي قام يطلع freak performers متسابقين او فنانين شنو freak غريبي الأطوار مثل شنو which includes braided lady مثلا سيدة ملتحية a dwarf man رجل قزم and extremely tall man رجل طويل جدا however although these acts bring bigger audiences شوف هنا انا شي يقول يقول هذه الفكرة نجحت انه قامت تجذب جماهير او زباء نهواي and more money والكثير من الناس لكن اكم مشكلة they also create poor media العالم قامت تتذمر من هذه أو وسائل الإعلام تتذمر من هذه العروض التي قدمها and complaints وشكاوي one day في يوم ما barnum find his circus on fire يجد barnum ان السرك مات تشنه مشتعل he rushes into the fire يهرع أو يسرع باتجاه النيران and rescues his carlier وينقذ هذا الشريك مات اللي ماخذ 10% اللي هو carlier after the fire everyone decided to stay with the circus بعد الحريق الجميع قرر ان يبقى بالسرك barnum wants to spend more time with the family لكن barnum اللي هو اسس هذا السرك قرر ان يقضي المزيد من الوقت مع عائلته so he hands over the circus to carlier لذلك خلى السرك beatman beat carlier اللي هو شريكه who uses his money to rebuild the circus هذا شوى carlier استخدم امواله لإعادة بناء هذا السرك and make it a huge success وبدأ بتحقيق نجاح باهر interesting facts حقائق ممتعة عن الفيلم the musical is based on the true story barnum is famous American showman entertainer and his creation of circus the film made 435 million US dollar هنا اقول لك من الحقائق الممتعة عن هذا الفيلم انه هاي القصة قصة حقيقية والفيلم حقق 435 مليون دولار امريكي my opinion رأيي الشخصي I don't usually like musical يقول انا ما احب هاي الافلام الموسيقية but I love this film لكن انا احببت هذا الفيلم songs are absolutely brilliant الموسيقى اللي بيها كلش ذكية جيدة and the story is incredible والقصة مذهلة I challenge you not to cry اتحداك انه ما تبتشي اثناء مشاهدتك لهذا الفيلم الان بعد ما قرنا fact file الملف الحقائق عن هذا الفيلم نرجع نجاوب على الاسئلة اللي يسانيهاها الاستاذ بداخل الصفقة تحضير يومي اللي قلناها من بداية الدارس what three jobs does barnum do اتنان يقول لك شين الوظائف الثلاثة اللي شغر بارنم احنا قلنا ان اول شي جان كان shipping clerk موظف شحن وبعدين owner of wax museum مالك متحف شمع وبالاخير اصبح showman اللي هو رجل السرك او رجل الاستعراب اذا نتلف وظائف How does barnum attract new customers to his circus كيف جذبه السؤال الثاني كيف جذبه الزبائن للسرك الخاص به اذا تذكرون اشقال to attract more customers لكي يجذب الكثير من الزبائن start to show the freak performers بدأ باظهار فنانين غريبي الاطوار Who does barnum rescue من اللي انقذ بارنم لما صار الحريق بالسرك شين من انقذ انقذ كارلائل اذا انقذ صديقه او شريكه اللي هو كارلائل هاي الاسر مجرد اسر شفوية بداخل الصفك التحضير يومي اذا المهم من انتحان التحرير وانتحان شفوي وكذلك هذا الفاكت فايل مجرد دير يدربني على كتاب بعد قليل سيطلب من عندي ان يكتب ملف حقائق عن فيلم عن شاهدته مو هذا الفيلم فانا لازم اعرف الهيكلية شون اكتب عن فيلم هاي الهيكلية اللي هي لازم اكتب عنوانه تاريخ اصداره نوعه المخرج الموثرين الشخصيات اللي بداخل الفيلم الى اخره الان ننتقل لكتاب النشاط تمرين رقم واحد طلاب قبل ما ابدي بحل تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين وزاري مهم جدا 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 بالامتحان الوزاري اعتوا دائما ملاحظيني ان اذا ا Going With Temaren мне سقاطات اقولك يستمرين بعض الشيء مهم لكن ما اهمية التمارين التعاريف هذا التمرين هو المقصود بيت تمرين التعاريف وهذا اللي يجسون بالامتحان الوزاري يعني شاء اسقاطات كل الشهوب يركزون بالوزاري على هذه التمارين اللي متعلق بالتعاريف انا ماذا يقولي يقولي الهي خصوbel تعمل بالمكتب شك You say me Click anger اللي اخذناه قبل شوية بالفيلم The Greatest Showman اللي هو الشخص اللي يعمل كموضة او مكتبي مشهور الشخص المشهور شنسميه نسميه famous العرض شنسميه نسميه show شو معناها عرض business money after expenses شوف هنا انا اموال الاعمال او المشروع بعد النفقات انت لما تفتح مشروع المشروع تصرف عليه وتصرف من عنده بعد ما تخلص المصاريف كلها باقي الفلوس نسميها نسميها ارباح سميناها بالقطعة profit an assessment of something تقييمك لشيء رأيك بشيء شو نسميه نسميه opinion هذان الكلمات ينطينيها نبقى على التمرين ويقول لي سقط الكلمة امام التعريف المناسب اليها على شكل اسقاطات هذا التمرين اهم تمرين اسقاطات بالوحدة الثانية الآن ننتقل لتمرين رقم اثنين match the notes with the sections of a fact file شوف هنا انا شي يقول لي يقول لي انا منطيك شنو sections title release genre الى اخره العنوان تاريخ الاصدار النوع الى اخره وصلها بمن بالنهايات المناسبة لها title عنوانه الفيلم اخذنا عنوانه شنوه the greatest showman افضل رجل السعرات release تاريخ اصداره قلنا عام 2017 فوصله برقم ستة genre نوعه نوعه ميوزيكل نوعه موسيقي director المخرج قلنا المخرج ماتتم ميشيل غريسي script writer كاتبي السيناريو او الحوار جيني بيكس بيل كندن ستارز النجوم من النجوم اللى كانوا بالفيلم هاك jackman زاك افرون ميشيل ويليامز the story القصة بتجد تحشي القصة اللى هي poor man becomes a famous entertainer رجل فقير اصبح رجل استعراض مجهور interesting facts حقائق ممتعة قلنا انه من الحقائق الممتعة انه حقق 435 مليون دولار my opinion رأي الشخص بالفيلم مثلا اقول له the story is incredible and i challenge you not to cry القصة ممتعة مذهلة واتحداك انه ما تركك هذا مجرد اشياء صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي دري يذربك على انت تعرف لازم يكون التايتل للعنوان شنه مقصود بالعنوان release تاريخ الاصدار شنه مقصود بالrelease عموش شنه كلها هذا تصد بمصلحة انه بالاخير تكتب انشاء عن فيلم معين وكذلك ان انا بتمين الرقم 3 يقول لي put the story in the correct order ضع القصة بالترتيب الصحيح انا امرتب لكم اياها على مدى شنه خافوا اطربة من لادكم الستار كتحضير يومي او كواجب بيتي بارنوم يتزوج بيتي او الشي بارنوم يزوج بها البنية وراها الشركة اللي يشتغل بيها تعزل وراها يصبح مدير الحلبة للسرك وراها يصبح مدير الحلبة للسرك وراها السرك يحقق الكثير من الاموال وراها بعد الحريق يقرر انه يقعد بيته ويتحرق العالتها هذا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي تمري لقم 4 complete the fact file هذا التمرين تمرين وزاري مهم جدا 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 يقول لي اكمل ملف الحقائق عن انت فيلمك المفضل بكيفك اي فيلم تختاره بشرط انه سلتزم بدن الامور لازم تنطيني عنوانه تاريخ اصداره النوع ماته المخرج ماته كاتب السيناريو الى اخره نفسي الفكرة مال Greatest Showman فاني سويته على شكل جدول يعني اختاريت واحدة من الافلام اللي انا نباوها اللي هو مثلا فيلم الرسالة The Message فاقول له title عنوانه The Message الرسالة release تاريخ اصداره في عام 1976 جن نوع Islamic epic drama historical نوع مال فيلم الرسالة هاتو كلكم شايفين فيلم الرسالة فيلم ملحمي اسلامي وكذلك درامي وكذلك تاريخي المخرج ماته مصطفى العقاد Secret writer كاتب السيناريو جودة الصحار مناسبة فيلم الرسالة اللي ما يعرف عن هذه المعلومة فيلم الرسالة بنسختين نسخة انجليزية ونسخة عربية لذلك كاتب السيناريو للنسخة العربية جودة الصحار وكاتب السيناريو للغة الانجليزية واحد اسمه كريغ النجوم عبدالله غايف اللي مثل دور الحمزة بن عبد المطلب عم النبي وانتوني كوين اللي مثل دور الحمزة بالنسخة الانجليزية شخص او الممثل انتوني كوين الشخصيات الرئيسية هسا نجي على الشخصيات اللي بداخل الفيلم الحمزة بن عبد المطلب عمار بن ياسر الى آخره القصة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفترة الدعوة الرسالية الإسلامية وعن هجرته من مكة المدينة حقائق ممتعة حقائق ممتعة هذه الحقيقة الحلوة حقيقة ممتعة عننا ومعلومة جديدة ما اسم معناها عننا ان الفيلم باثنين نسختين عربية وانجليزية النسخة العربية وانجليزية وانجليزية الفيلم ينتم تصويرهم بنفس الوقت وبنفس الموقع يعني يمثلون مشهد عربي الممثلين العربيين يمثلون مشهد وانجليزية يمثلون الممثلين الأجانب يعني يطلعون نسخة عربية ونسخة جنبية رأيي بهذا الفيلم واحد من أفضل أو أعظم الأفلام التاريخية هذا ما يخص إنشاء الوحدة الثانية مثل ما وضعنا هذا الإنشاء للحفظ تكتبوه مثل ما هو تسوه على شكل جدول أول شي تجرون خط تطلعون العنوان تاريخ الاصدار نوعه إلى آخره وكل حقل قدامه الكلمة المناسبة حاولوا تسجلوا هاي ملاحظات بدون تحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري هذا كل ما نخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا الدرس مهم جدا بإنشاء الوحدة الثانية وبأهم تمرين أسقاطات بالوحدة الثانية باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي فتاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤالة والسفسارة أضافة تحبون أن تقدموها تقدمون تواصلوني وإنها رحسبة المجدد في الفيديو في الوصف